أعلن دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الهدنة في قطاع غزة سيبدأ سريانها في تمام الساعة السابعة من صباح غد الجمعة وأوضح رشوان أن مصر تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة كما أعلن رشوان أن عدد المحتجزين الإسرائيليين المقرر تسليمهم غدا من الجانب الفلسطيني هو 13 محتجزا ومحتجزة مشيرا إلى أن مصر طالبت طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق عليه